اكيد اول سؤال يطرح بعد نهاية المباراة ضد اوكرانيا هو شكل مسؤول لهذا الخسارة القاسية واكيد ايضا ان الجواب ما غديش يختلف عليه جوج وهو ان المدرب هو المسؤول الاول عن الخسارة ولكن كيف؟ غنحاول نكون ايجابي قدر الامكان في هذا المقطع ونهضر بكل موضوعية على هاتشي اللي يوقع في المباراة ومن يتحمل المسؤولية مع المدرب ثانيا غنشوف الوضعية ديالنا في المجموعة واللي اصبحت مشتعلة اكثر وشنو هي الاحتمالات اللي ممكن يتأهل بها المنتخب الاولمبي الى الدور القادم واخيرا كيف ستكون المباراة الاخيرة ضد العراق لكن قبل ما نبدأ للاسف كينفي اكبيرك تتابع القناة وكتنسى الاشتراك معنا وهدي فرصة نفكركم بالاشتراك في القناة هاتشي كيحفزنا بزاف باش نطوروا لمحتوى ديالنا ودعبا نبدأ على بركة الله اول شي لا اعلم لماذا اللاعبين كياخدوا وقت طويل باش يدخلوا في اجواء المباراة ضد الارجنتين ضاعت 25 دقيقة الاولى كاملة اخطاء وعدم تجانس قلنا ممكن حيط المباراة الاولى وما زال ما كنش انسجام ولكن شفنا نفس الامر ضد اوكرانيا 20 دقيقة دازتوا اللاعبين باقي تالفين والاخطاء الفرضية والتراخي شي اللي خلانا نستقبلوا الهدف الاول في الدقيقة 21 وهذا امر عادي الخاصم كيشوفك مرخي وما ضغطش عليه وكتلعب ببطء شديد راه كياخد ثقة وكيزعم عليك وتكشير اللي كان في نظري هادي واحدة من مشاكل المنتخب جس نبدو الدخول في الاجواء كيكون في خمسة حتى العشرة دقيقة الاولى ماشي شوط كامل كنضيعو فيه وكانت سنوحتى الشوط تاني عاد كنكونوا مزيانين وفعلا بداية الشوط تاني المنتخب كان رائع جدا محاولات كثيرة ضغط رهيب في منطقة الخاصم تسديدات مؤطرة على المرمى وبعدها استياد ضربة جزاء من الرحيمي بعد تمرير رائعة من اسامة ترغالين ومرة اخرى الرحيمي كينجح في التنفيذ وكملوا الدراري على نفس المستوى العالي حتى الدقيقة 73 كنشوف مهديبو كامير يغادر وخارج كيجري يعني غير مصاب وهي لي كيفاش احنا عدنا مشاكل دفاعية ونزيدو نخرجو قلب دفاع الوحيد اللي كاين واللي كيلعب في المركز ديالو الاصلي ما يمكنش لكن طارق كانت عنده فكرة انه يلعب بثلاث مدافعين ويدير قلب دفاع وحيد وهو العزوزي العزوزي اللي اصلا لعب في مركز ماشي ديالو ودار مجهود كبير طيلة المباراة تخيل معي مدافع طالع هابط في الملعب كامل وتجي حتل دقيقة تلاتة وسبعين اللي بدنيا صعفي بدك اياه وتحطوك قلب دفاع بوحده اراها صعيبة بزاف اربعتاشل دقيقة اللي قدري لعبها في هذا المركز ومن بعد طلب تغيير بسبب اصابة عضلية وهاتش كان متوقع اول حاجة ضعتي في لعب مهم جدا وخرج تاني حاجز ربتي وخرجتي قلب دفاع الاصلي وقامير اللي وجد بدنيا وكان مقدم مباراة كبيرة في المقابل دخلتي النقاش مكان العزوزي ورضيتي ترغالين كقلب دفاع ورجعتي مرة اخرى لوضعية اربعة في الدفاع بحال الاول يعني مادرتي والو من غير خربقتي المنظومة وهاتش ماشي كان سبب في الهدف اللي تسجل علينا فقط لان الهدف ممكن يتسجل علينا باي طريقة ولكن المشكلة الحقيقة دياله التغييرات انهم ما عاونوكش من اجل الاستمرار في الضغط والايقاع العالي لان اللاعبين تخربقوا والنظام عامة تخربق والامر الغريب الاخر لما كيدخلش للعقل وهو تغيير الياسة بن صغير كاملين تقريبا درنا نفس ردة فعل الياس بن صغير بعد ما عرف انه غد يخرج وهو اللي كان من ابرز الاسماء اللي منشطة المباراة. الياس لعب سبع وتمانين دقيقة لمس الكورة ثلاثة وخمسين مرة ونسبة تمريراته الصحيحة وصلت لتنين وتسعين في المائة اعطى اربع تمريرات مفتاحية وخلق فرصة محققة للتسجيل ضاعت من طرف الرحيمي. كان كيتواجد في اي مكان في الملعب يستلم يراويغ ويحاول خلق الفرص بدون خوف بالعكس هو اللي كان كيقلب على الكورة وما كيتخباش او يتسناها. جوج حواج اللي ممكن اناني نخرجه بسبابهم. اولا يكون عياء بدنيا وهاد شي ما كانش بالعكس ما بانش عريل عياء. نهائيا وبدنيا كان مزيان. ثانيا كون كان زلزلي لاعب لمباراة افضل منه. وهاد شي طبعا لم يكن. وهذا كيبقى تغيير غير مفهوم صراحة. وهنا غنفتح قوص عبد الصامات الزلزولي. انك تكون غير فعال هجوميا وكتضيع كورات بطريقة غريبة وما كتعطيش الاضافة الهجومية اللي كانت انه منك هادتين قدرون دوزو. لكن باش تحتدي فاعيا ما تكونش مزيان وتسبب في اهداف علينا راح لا يمكن تقبلها. شاهدوا لقطة الهدف الاول لاوكرانيا. المهاجم راغوا بسهولة. والزلزولي راجع كيتمشى بشوائي عليه. وحاكيم زياش احد اساطير المنتخب تاريخيا. وفاش كتكون مباراة رسمية كيرجع يدافع هو الاول. وفي المرتدات كيرجع قبل حاكيمي بعض المرات. هادي كان ممكن يرجع بسرعة ويدغط على المهاجم ويساعد حاكيمي يقدر تضيع الهجمة. لكن للاساف الزلزولي اختار يرجع كيتمشى وتسجلات علينا. وهادي كيتحمل فعال مسؤولية. كان ممكن يتفادى وهد الهدف ونبقاو مركزين في المباراة. وباش نكون معكم صريح عبدالسامت تخطى المشاكل الفنية وتقنية دابا ولا عنده مشكل نفسي. وهد شي كيبان صراحتان خصوصا دابا الانتقادات كثير علي. كانت من ولي كل خير ان شاء الله. نرجع لواحد الهدرة مهمة وهي ان المحزين في الامر اننا كنا مزياني. لمنتخب لحد دقيقة 73 راح كان مرعب. كنا نوصله بشكل متكرر الى منطقة الخصم وتوسيع اللاعب بشكل رائع من الاطراف. حتى اننا سددنا ساعتاش المرة وخلقنا ست فرص مؤطرة على مرمى الخصم واحتفي بناء الهجماء والتحولات انك نديرهم بطريقة رائعة. هاد شي ما يمكنش ننكره. لكن طارق سكيتيوي خرب كل شي بالتغييرات الليدار وانا اكيد انه نادم دابا على طريقة تسيير المباراة. الى تأهلنا ان شاء الله غنقول الحمد لله ان هاد شي يقع لنا واستفد منه طارق سكيتيوي احسن ما يديراتي في ادوار اقصائية. شخصيا باقي متفائل بالمنتخب وان شاء الله العودة غدي تكون قوية. دابا وصلنا للفقرة الاهم وبقاوا معنا باش تفهموا وضعية المنتخب في المجموعة وكيفاش ممكن تأهله. الخسارة القاسية والمفاجئة ضد اوكرانيا ازمات وضعية المنتخب الاولمبي على مستوى الترتيب والتأهل الى الدور القديم وخرب قاتل حسابات كاملة في المجموعة التانية. بحيث اصبح عند المنتخبات الاربعة كاملين ثلاث نقاط بعد نتائج الجولة التانية. بتفوق الارجنتين على العراق ثلاثة الواحد والخسارة ديالنا بهدفين مقابل واحد. الامور طبعا معقدة الان. الانتصار كان غدي يخلينا مرتاحين ويجنبنا منها تصداعات كاملة ويقربنا من المرور الى الدور التاني. اما في الوضع الحالي غدي اندخلوا المباراة الاخيرة امام العراق محتلين لمركز التاني مناصفة مع اوكرانيا. بنفس النقاط ثلاثة وبنفس النسبة. صفر والنسبة تعني. الاهداف المسجلة والمستقبلة واحنا معادلين فضل امر مع اوكرانيا. الارجنتين بنفس النقاط ثلاثة. ولكن في المركز الاول بنسبة زائد واحد. بعد النتيجة اللي داروا يوم امس. وهي الفوز على العراق بفارق هدفين. وهتشيلك يخليهم متصدرين بنسبة زائد واحد. اما العراق في المرتبة الاخيرة بنسبة ناقص واحد. كما كتلاحظوا حساباتها التأهل ولا تصعب بزاف. خصوصا الضغط الكبير اللي غيكون على اللاعبين. واللي يقدروا يدخلوا خايفين من شي سيناريو مباغيث. لان الخسارة كتعني الاقصاء مباشرة. او تعادل اللي ما كيضمنش لك التأهل. وغدي يخليك تدخل في صراعات. شحال عندك في النسبة. وشحال عند الخصوم. واراك للالة الحاسبة ديك الساعة. المهم عارف انكم ما كتحملوش الحسابات واستخدام الالة الحاسبة. واحتى انا بحالكم. ولكن ضروري ما نوضح لكم السيناريوهات اللي ممكن يتأهل بها المنتخب باش تكونك تتفرج وانت عارف الوضعية كيفاش دايرة. عموما احتمالات الترشح كالتالي. اول الفوز ضد العراق باي نتيجة يعني التأهل مباشرة الى الدور التاني مهما كانت نتيجة المقابلة الاخرى الارجنتين ضد اوكرانيا. تانيا التعادل ضد العراق وفوز الارجنتين على اوكرانيا او الاكس ايضا نتيجة كتأهل المغرب. بقلينا في حالة التعادل ضد العراق. وتعادل الارجنتين امام اوكرانيا. هنا غندخلوا في حسابات معقدة بحيث الى تم تساوي منتخبين او اكثر في النقاط. كي شوفوا ديك سعاب الترتيب. اولا النسبة ما بين الاهداف المسجلة والمستقبلة لكل منتخب. الى كانوا معدلين احتفها دي. كي شوفوا تانيا عدد الاهداف ليسجل كل منتخب. واذا كانوا مساويين احتفها دي. هنا كي شوفوا اخر حاجة وهي المواجهات المباشرة بين المنتخبات. كانت من نوما اندخلوش في الحسابات المعقدة وانحسموا التأهل مباشرة من خلال انتصار على العراق. بدون النظر في نتيجة المباراة الاخرى الارجنتين امام اوكرانيا. بعد ما تعرفنا على وضعية المجموعة واحتمالات التأهل الى الدور القادم. اجي ودبا تعرفوا على الخصم القادم المنتخب العراقي لغد نوجه يوم الثلاثاء القادم على الساعة الرابعة في ملعب اليونز ريفيرا بينيس. المنتخب العراقي كيبقى منافي الصعب وانيد. لا من الناحية التاريخية بامتلاك مشاركات كثيرة في هاد المنافسة خمس مرات وتحقيقهم لانجاز تاريخي في اثينا الفين وربعة باحتلال المركز الرابع. يعني من ناحية الخبرة عندهم تجارب كثيرة. من الناحية الجماعية مع المدرب راديش نيشل كيبقوا منتخب محترم تنظيميا وكيلعبوا بروح قوية. تفرجت في المباراة يدلهم بجوج. المباراة الاولى كانوا متاخرين في النتيجة ضد اوكرانيا بواحد لسفر لكن بعزيمة كبيرة قدروا يرجعوا في النتيجة ويربحوا بجوج الواحد. وحتى في اللقاء الثاني ضد الارجنتين كانوا خاسرين بواحد لسفر وقدروا يعدلوا النتيجة في اخر دقائق الشوط الاول ولكن نهاروا بدنيا في الشوط الثاني وما قدروا يحافظوا الى النتيجة لذلك فازت الارجنتين بثلاثة لواحد. فرضيا صحيح انهم كيمتركوش لاعبين مميزين بحالنا ولكن عندهم بعض العناصر قادرة تخلق الفارق ودير لنا المشاكل. كرأس الحربة عيمن حسين لاعب خطير جدا وسجل هدفين فهذه النسخة. مميز في الارتقاء في الكورات الهوائية والذكية على مستوى التمركز في منطقة الجزاء. وهذه النقطة سيلبية عندنا ظهرت في المقابلة الاولى وتكررت في اللقاء الثاني للأسف. في خطل وسط كيلابو بمحورين حركيين واقوياء في الصراعات التنائية وهو مكرار محمد علي وابراهيم بايش ولا ننسى كذلك الرقم عشراء او دول ادوار الهجومية في خطل وسط وهو علي جاسيم صاحب الهدف المهم ضد اوكرانيا في المقابلة الاولى. المهم كخلاصة المنتخب العراقي غدي يكون خصم قوي جدا لنا. وبالنسبة لي هو اقوى من اوكرانيا. لكن احنا تايقين في المنتخب وان شاء الله ينتأهلو الى الدور القادم. عطيوني الرأي دي لكم محبي قصة بطل وتوقعاتكم لنتيجة المباراة. واناكملتي معي احتل هنا. ما تنسى تقول لي في تعاليك. شكرا لكم على المشاهدة. ونشوفكم في المقطع القادم ان شاء الله. مونير يحييكم. الى اللقاء.